السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسوني لهذا اليوم في مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي الجزء الأول بعنوان مغارنة العداد سنتعلم في هذا الدرس مغارنة عددين كل منهما مكون من رغمين نتذكر النماذج الآتية أولاً هذه القطعة تمثل الآحد قطعة واحدة وهنا العشرات عشرة واحدة وهنا المئات قارن بين العددين لدي الآن العدد ثلاثة وخمسون والعدد واحد وأربعون سوف أقوم بتمثيل الأعداد باستعمال النماذج أولاً لدينا العدد ثلاثة وخمسون هنا لدي العدد ثلاثة وخمسون وسأمثل الآن العدد واحد وأربعون الآن لدي ثلاثة وخمسون ثلاثة وخمسون تحتوي على كم عشرة؟ دعونا نعدها معاً لنتعرف واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة في الثلاثة وخمسون خمس عشرات وثلاث أحد أما في الواحد وأربعون لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة لدينا أربع عشرات وآحد واحدة إذن من يخبرني ما هو العدد الأكبر؟ هل الثلاثة وخمسون أم الواحد وأربعون؟ ماذا نفعل؟ أولاً ننظر إلى العشرات ونقارنها بينها هنا لدي خمس عشرات وهنا أربع عشرات من الأكبر؟ الخمسة أم الأربعة؟ أحسن توم الخمس عشرات إذن ثلاثة وخمسون أكبر من واحد وأربعون دعونا ننظر إلى السبورة إذن خمس عشرات أكبر من أربع عشرات إذن ثلاثة وخمسون أكبر من واحد وأربعون هل هناك داعي للنظر إلى الآحد؟ كلا لماذا؟ لأن العشرات مختلفة أحسن تام والآن دعونا ننتقل إلى أعداد أخرى لدي العدد 34 والعدد 62 دعونا نمثلها باستعمال النماذج سوف أمثل العدد 34 باللون البرتغالي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة والآن دعونا نمثل العدد 62 باستخدام اللون الأزرق والآن دعونا ننظر إلى الأعداد أولاً العدد 34 من يخبرني كم عدد العشرات في العدد 34؟ أحسن تام، ثلاث عشرات وكم عدد الآحد؟ نعم، أربعة آحد أحسنتم، وأما العدد 62 كم عدد العشرات؟ أحسنتم، ست عشرات وكم عدد الآحد؟ اثنان، آحد إذن من يخبرني ما هو العدد الأصغر؟ هل الثلاث عشرات أم الست عشرات؟ ثلاث عشرات أم ست عشرات؟ ما هو العدد الأصغر؟ أحسنتم، ثلاث عشرات، إذن العدد 34 أصغر من العدد 62 هيا بنا ننظر إلى السبورة قمنا بمغارنة العشرات إذن ثلاث عشرات أصغر من ست عشرات العدد 34 أصغر من العدد 62 والآن دعونا ننتقل إلى عدد آخر لدينا العدد 34 والعدد 32 سوف أقوم بتمثيل العدد باستعمال النماذج إذن لدينا هنا 34 وهنا 32 وثلاثون دعونا ننظر أولا إلى العشرات 34 كم عدد العشرات؟ ثلاث عشرات واثنان وثلاثون أيضا ثلاث عشرات ماذا بها العشرات؟ إنها متساوية ماذا نفعل؟ إذن دعونا ننتقل إلى الآحد في العدد 34 كم عدد الآحد؟ أربعة آحد وفي العدد 32 اثنان آحد إذن من الأكبر؟ الأربعة آحد ومن الأصغر؟ الاثنان أحسنتم إذن العدد 34 أكبر من العدد 32 والعدد 32 أصغر من العدد 34 قمنا بمغارنة العشرات أولا فكانت متساوية ثم قارننا بين الآحد إذن أربعة آحد أكبر من اثنان آحد إذن العدد 34 أكبر من العدد 32 والآن ننتقل إلى أعداد أخرى لدينا 64 والعدد 64 أيضا سوف نقوم بتمثيل الأعداد باستعمال النماذج سوف نقوم بتمثيل العدد 64 باللون الأزرق والعدد الآخر أيضا 64 وسوف نقوم بتمثيلها باللون الأسود هيا بنا لنقارن بين الأعداد أولا العدد 64 باللون الأزرق كما عدد العشرات لا أسمع أحسنتم ست عشرات وفي العدد 64 باللون الأسود كم عدد العشرات أيضا ست عشرات ماذا نفعل الآن ننتقل إلى الآحد نذهب إلى الآحد باللون الأزرق كم عددها أربعة وباللون الأسود أربعة إذن ماذا بها الآحد إنها متساوية إذن العدد 64 يساوي العدد 64 لقد تساوت الآحد والعشرات دعونا ننتقل إلى السبورة أقارن بين العشرات فإذا كانت متساوية أقارن بين الآحد ست عشرات يساوي ست عشرات أربع آحد يساوي أربع آحد إذن أربعة وستون يساوي أربعة وستون والآن لدينا خمسة وثلاثون وواحد وسبعون عند مغارنة الأعداد ماذا نفعل؟ ننظر أين إلى العشرات أحسنتم لدينا هنا ثلاث عشرات وهنا سبع عشرات من الأكبر الثلاثة أم السبعة أحسنتم السبعة إذن واحد وسبعون أكبر من خمسة وثلاثون إذن خمسة وثلاثون أصغر من واحد وسبعون ننتقل إلى التمرين الثاني لدينا ثمانية وخمسون وثمانية وخمسون ننظر أولا إلى العشرات أحسنتم لدينا هنا خمسة وهنا خمسة ماذا نفعل؟ ننتقل إلى الأحاد ثمانية وثمانية ماذا بها الأحاد؟ إنها متساوية إذن ثمانية وخمسون يساوي ثمانية وخمسون وهنا لدي ثلاثة وثمانون والتسعة وستون ننظر أولا إلى العشرات لدي هنا ثمانية وهنا ستة من الأكبر أحسنتم الثمانية إذن ثلاثة وثمانون أكبر من تسعة وستون أيضا لدينا هنا خمسة وخمسون وواحد وخمسون ننظر إلى العشرات هنا خمسة وهنا خمسة ننتقل إلى الأحاد الأحاد هنا خمسة وهنا واحد من الأكبر؟ الخمسة إذن الخمسة وخمسون أكبر من واحد وخمسون وهنا لدي ثمانية وتسعون وثمانية وسبعون أريد منكم الإجابة عن هذا السؤال أحسنتم رائع إجابات متميزة أحسنتم إذن ثمانية وتسعون أكبر من ثمانية وسبعون لماذا الثمانية وتسعون أكبر؟ لأن التسعة عشرات أكبر من السبعة عشرات أحسنتم وهنا لدي أربعة وثمانون وأربعة وثمانون هيا هيا نجيب عن السؤال نعم أحسنتم بارك الله فيكم إجابة صحيحة أربعة وثمانون يساوي أربعة وثمانون والآن حان وقت التدريب قارن بين الأعداد باختيار الإجابة الصحيحة فيما يأتي لدينا سبعة وعشرون فرق أربعة وثلاثون هل أكبر أم أصغر أم يساوي؟ لديكم دقيقة للإجابة عن هذا السؤال واحد اثنان ثلاثة إلى الأعلى بارك الله فيكم إجابة صحيحة هيا بنا نتأكد من إجابتنا سبعة وعشرون فرق أربعة وثلاثون الإجابة هي سبعة وعشرون أصغر من أربعة وثلاثون أحسن توم ننتقل إلى السؤال الآخر ستة وأربعون فرق أربعة وستون لديكم دقيقة للإجابة عن هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ستة وأربعون ستة وأربعون فرق أربعة وستون الإجابة هي ستة وأربعون أصغر من أربعة وستون أحسنتم والآن ننتقل إلى التدريب الآخر سبعة عشر فرق سبعة عشر لديكم دقيقة للإجابة عن هذا السؤال واحد اثنان ثلاثة إلى الأعلى نعم بارك الله فيكم إجابة صحيحة هيا بنا نتأكد سبعة عشر فرق سبعة عشر يساوي إذن سبعة عشر يساوي العدد سبعة عشر أحسنتم ننتقل إلى السؤال الأخير ستة وسبعون فرق أربعة وتسعون لديكم دقيقة للإجابة عن هذا السؤال واحد اثنان ثلاثة إلى الأعلى نعم بارك الله فيكم إجابة صحيحة هيا بنا لنتأكد العدد ستة وسبعون فرق أربعة وتسعون إذن ستة وسبعون أصغل من العدد أربعة وتسعون أحسنتم والآن حان وقت المزيد من التدريب أريد منكم الرجوع إلى كتاب الطالب صفحة خمسة وعشرون لحالة مارين الدرس وانتهى درسنا لهذا اليوم وانتظرونا في دروس أخرى إلى اللقاء شكرا